يا من ذاق آباؤهم الظلم ألوانا إن الشعوب التي لا تمتلك السلاح ولا تنتصر بالسلاح وحده ولكنها تنتصر بالإنسان المدرك الواعي في ظل قانون ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ويحدد المسؤوليات ويضمن الحريات ويقفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بهذه الكلمات الجامعة بعث الأستاذ أحمد محمد نعمان رسالته التاريخية إلى بطل حصار السبعين عبد الرقيب عبد الوهاب مطلع الثامن والستين وهو ينادي الذين منحهم القدر فرصة نادرة ليحملوا فيها السلاح بعد أن عاش آباؤهم قرونا لا يحملون سوى المحراث من أجل العدل والانتصار للحرية والمساواة بين كل أبناء اليمن النعمان الذي أصبحت مفردة الأستاذ ملازمة لاسمه اتخذ من التعليم منطلقه الأول للثورة والتغيير وهو الذي أكد إن مهنة التعليم هي التي نقلته من فكرة المدرسة الابتدائية إلى فكرة الجمهورية ومن الواضح أن طريق التعليم والتنوير لدى نعمان كانت هي أبجديات الإصلاح والتغيير السياسي ومن أجلها دفع الكثير من المكابدات مع رفاقه طلائع الحركة الوطنية من السجن إلى المنفى ومن التأثير إلى الأثر ومن الثورة إلى الدولة هو الصانع الأول لقضية الأحرار بحسب توصيف أبي الأحرار الشهيد الزبيري وهو الذي عمل على تكوين نواة الأولى للأحرار اليمنيين في الثورة الدستورية وما بعد الثورة الدستورية عاش متنقلا بين عدن والقاهرة بين السجن والثورة بين الحضور والاستبعاد لكن القضية الوطنية كانت هجسه الأول والأخير في كل زمان ومكان من السجن إلى رئاسة الوزراء ومن صحيفة صوت اليمن إلى راديو صوت العرب كانت الحرية والهوية والشعب ثلاثية النعمان في عمله الوطني تحل علينا ذكرى وفاة الأستاذ النعمان وهو الذي لفظ أنفاسه في السابع والعشرين من شهر سبتمبر المجيد بعد رحلة طويلة من الريادة الوطنية إلى التهميش والاستبعاد وتغييب حقه الوطني بالتخليد في الذاكرة الشعبية لا شارع عام باسم النعمان ولا تخليدا رسميا لائق ولا احتفاء بإرثه الفكري واشتغالاته التنويرية على الحرية والهوية وهو الذي تعرض لاستبعاد قاس وصل إلى مرحلة تجريده من هويته التي أفنى حياته في سبيل التعريف بها وكذا تثبيتها في محيط كان غير متصالح مع ذاته الوطنية التي حولتها الإمامة إلى ذات غريبة عن إرثها الحضاري وتراكماتها التاريخية